السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة الدعاة الكروشي النهاردة ان شاء الله هنتعلم مع بعض ازاي نعمل الربطة بالكروشي ربطة جميلة جدا بغرزة الضفيرة وسهلة جدا وكمان غير كلا هي مش بتستخدم خيوط كتير وعملية جدا يعني مش بتكسر بكترة الاستخدام او بتتبهدل لا انت ممكن مثلا لو تمسخت معيك تخسليها وتستخدميها اكنها جديدة بالزبط فجميلة جدا ويعني ياريت تعملوها معي ويلا نبدأ نشتغل فيها هنبدأ دلوقتي نشتغل في الربطة هاستخدم خيط انيز بيبي بيست والخيط دونت هيبقى المعلومات بتاعته مكتوبة من وراء 100 جرام وكمان بيبقى مكتوب هنا نوع الرقم الابرة والمقاس من 2 ل4 فانا هستخدم مقاس 4 ملي متر في الربطة وكمان بيبقى الكاتب هنا هو 90% اكريلك و10% في سكوز يعني زي القطن كده فدوت لما يبقى اكريلك مش بيوبر فهيبقى كويس ان احنا نستخدمه في الربطة وطبعا الربطة دي مش بتستخدم كمية كتير من الخيط فانت ممكن تعمليها ببواي الخيط يعني زي ده مثلا كان عندي باقي فانا هشتغل به الربطة وكمان هيفيد منه فهنبدأ دلوقات نشتغل فيها هيبدأ اول حاجة نعمل عقدة البداية وبعد كده هنشتغل سبع سلاسل كده اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة طبعا ده هيبقى عرض الربطة هنبقى الربطة ده العرض بتاعها هنبدأ احنا دلوقات نشتغل في ادوار كتير لغاية ما نكمل محيط الراس فدية هنبدأ بالسبع غرز بعد كده هنشتغل في السلسلة التانية نص عمود في السلسلة التانية هنشتغل غرزة نص عمود بعد كده هندخل في السلسلة التانية ونشتغل كمان نص عمود وكمان في السلسلة اللي بعدها غرزة نص عمود فكده احنا عملنا تلاتة غرز نص عمود كده واحد كده واحد اتنين تلاتة بعد كده هنشتغل عشر سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة عشر سلاسل بالشكل ده وبعد كده هنيجي دي اول سلسلة عملناها من العشرة دي اول سلسلة هنيجي ونقفل منزلقة فيها نعدي من هنا دي اول سلسلة اللي تحت القبرة دي على طول واحد اتنين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة فندخل في السلسلة العشرة ونقفل منزلقة بالشكل ده بعد كده هنكمل غرز نص عمود عادي لنهاية الدور فنعمل غرزة نص عمود كده دي واحد وبعدين اتنين بعد كده هنشتغل اخر واحدة نص عمود كمان كده تلات غرز نص عمود في بداية الدور وبعدين عشر سلاسل ويقفلنا في الغرزة الاولى من العشر غرز منزلقة وبعد كده كمنا تلات غرز نص عمود عادي بعد كده هنعمل سلسلة ونقلب الشول ونشتغل في اول غرزة نص عمود كده نص عمود واحد وبعدين كمان في الغرزة التانية نص عمود ويقفل في الثالثة بعد كده هندخل في الحلقة اللي عندنا ديت اللي تكونت من العشر سلاسل ونعمل فيها تمنتاشر غرزة حشو ترجمة نانسي قنقر بعد ما خلص تمنتاشر غرزة حشو اللي هشتعلهم هنا هشد الخيط كده ويه اجي علشان اقفل الحلقة من ته فهاجي هنا عند اول غرزة من غرز الحشو في الفراغ ده هدخل فيه اول غرزة من غرز الحشو هدخل فيها كده وبعدين اخد الحلقة بتاعة الخيط واسحبها كده علشان اقفل الحلقة بالشكل ده وبعد كده هكمل في الثلاث غرز هدخل واشتغل فيهم نص عمود واكمل الدور رواحل كده اتقفلت بالشكل ده فهنكمل نص عمود غرزتين كمان اتنين هندخل فيه اخر غرزة نشتغل فيها نص عمود بالشكل ده فده هيبقى الدور الاول هتبقى الحلقة بالشكل ده كده هنبدأ في الدور التاني هنرتفع سلسلة وبعد كده نقلب الشغل ونشتغل اول تلات غرز نشتغلهم كلهم نص عمود ودي الغرزة التالتة لازم يبقى في الاول تلاتة وكمان في النهاية تلاتة بعد كده هنشتغل عشر سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وبعد كده هاجي اقفل في اول غرزة من العشرة في السلسلة ديت هدخل فيها واقفل منزرقة في السلسلة دي كده هدخل فيها وقفل منزرقة واخلي الشغل واخلي الشغل وراء الحلقة يعني الحلقة دي كده وانا بشتغل وراها فهخلي العشر سلاسل اللي هي الحلقة اللي انا عملتها ديت هخليها وراء الحلقة ديت واكمل اشتغل تلات غرز نص عمود علشان انهي الدور واحد اتنين تلاتة فاحنا لو آآ نلاحظ كده هنلاقي ان دي الحلقة قدام ودي حلقة وراها فهنا خلينا الحلقة دي تبقى وراها الحلقة اللي احنا اشتغلناها اول حاجة بالشكل ده هيبقوا كلهم ورا بعض الحلقات اللي هنشتغلها بالشكل ده بعد كده عشان نكمل الدور هنستفع سلسلة وينقل بالشغل طبعا الحلقة دي كنتنزلها كده عشان نعرف نشتغل في الدور وينكمل نشتغل تلات غرز نص عمود في البداية اتنين ايه الغرزة التالتة هنشتغل فيها نص عمود وبعد كده هدخل في الحلقة دي واشتغل واشتغل تمنتاشر غرزة حشو وبعد كده بعد مخلصت التمنتاشر غرزة هيجي هنا في اول غرزة حشو انا اشتغلتها اول غرزة حشو من التمنتاشر بالشكل ده هدخل فيها بالابرة واخد الحلقة اللي هنا اتخل فيها كده بعد كده هسحبها علشان اقفل الحلقة واكمل في التلات غرز اللي هنا اشتغل فيها نص عمود واحد اتنين اتنين كده تلاتة بالشكل ده فاحنا كده لما خلصنا ندورين بقوا هما الاتنين واربعان المطلوب ان الادوار كلها تبقى بالشكل ده كده كلها واربعان وهنكمل الدور التالت بنفس الطريقة هنرتفع السلسلة وبعدين نقلب الشغل ونشتغل اول حاجة تلات غرز نص عمود لازم ننتبه ان الاول هنشتغل تلات غرز نص عمود وبعدين في النهاية برضو هنشتغل تلات غرز نص عمود وكمان لما نيجي نعمل السلاسل يعني دلوقات احنا هنشتغل عشرة كده اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة لما اشتغلنا عشر سلاسل وهنيجي طبعا نقفل في اخر سلسلة اه احنا بدأ اول سلسلة بدأنا فيها اللي هي السلسلة دي وهنافل فيها منزلقة بشكل ده كده هنخلي الحلقة اللي احنا لسه عاملينها ديت وراء الحلقة القديمة يعني هنخلي الحلقة دي ننزلها كده قدام ونخلي الحلقة ديت وراها بالشكل ده وبعدين نكمل تلات غرز نص عمود نخلي ديت كده وراء ننزلها علشان نشتغل وراها ونكمل نشتغل تلات غرز نص عمود واحد واحد اتنين تلاتة اخر غرزة نشتغل فيها نص عمود فاحنا نلاحس كده ان نخلينا احنا الحلقة ديت هي الوراء والحلقة اللي احنا اشتغلناها في الدور اللي قبله دي كده قدام دي ننتبه نخلي الحلقة دايما العشر السلاسل والحلقة اللي احنا منكونها نخليها ورا بالشكل ده كده وبعدين نرتفع سلسلة ونقلب الشغل ونكمل تلات غرز نص عمود تلات غرز كده نص عمود وبعدين ندخل في الحلقة ديت ونشتغل تمنتاشر غرزة حشو وبعدين نكمل نهاية الدور تلات آآ غرز نص عمود ونكمل بنفس النمط لغاية ما نخلص طول الرابطة اللي احنا عايزينها على حسب طبعا محيط الرأس اللي انتي هتشتغلي آآ الربطة ليها وآآ طبعا هنكمل بنفس الطريقة ننتبه ان في البداية تلات غرز نص عمود وفي النهاية تلات غرز نص عمود والحلقات ديت مكونة من عشر سلاسل واشتغلنا فيها تمنتاشر غرزة وطبعا نبهنا على نقطة مهمة جدا لازم ننتبه ليها علشان تبقى الغرز مظبوطة عندنا ان احنا نشتغل لما نجي نعمل الحلقة نخليها وراء لشكل دا يعينا احنا نجي الحلقات دي وراء ودى كده قدام وش في هذه اليها علشان لما نريد طبعا نضفر نلاقي كل الحلقات قدام وفي النهاية المكان اللي وراء بشكل دا كده ما نوجو بش حلقه فانت käyttواني لو ما انتبهتيش ان تخلي الحلقات ديت كلها وبعد لما بتيجي تشتغلي هتلحظي ان هنا حلقه طلعا والدور اللي بعدها طلعا من ناحية الكثير فهتلاقي من هنا حلقات طلع ومن هنا حلقات كمان. فلازم ننتبه كويس لان الحلقات تبقى ورا بعض بالشكل ده. واحنا بنشتغل ونكرر طبعا الادوار اللي احنا عملناها مع بعض لغاية ما نخلص طول الربطة. بعد ما نخلص الطول المؤسب للربطة. وخلاص كده هيبقى فاضل عندنا دورين نعملهم عوامية بلافة او نص عمود علشان تبقى دية اللي هنافل بيهم. وده الطول. هنبدأ دلوقتي ندفرهم. فهنجي من البداية ونقدي الحلقة الاولى. والحلقة ديت التانية. فهناخد الحلقة التانية. ناخد الحلقة التانية وندخلها في الحلقة الاولى بالشكل ده كده. وبعدين نطلعها بالشكل ده. وبعد كده نكمل لنهاية الربط بنفس الطريقة. بس ننتبه ان احنا ناخد الحلقة اللي ورا ديت. ونخليها على الوش المزبوط. ده. الوجه الامامي دي الغرز بالشكل ده كده. وبعدين ندخلها في الحلقة اللي قبلها. بالشكل ده. وبعدين نقوم فتحينها ومزبطين الضفيرة بالشكل ده. بعد كده هناخد الحلقة الرابعة. وندخلها في الحلقة التالتة. وطبعا ننتبه ان هي تبقى مظبوطة وفي الوش المظبوط والغرز مظبوطة في الوجه الامامي بالشكل ده. بعد كده هناخد الحلقة اللي وراها. وندخلها هنا. بالشكل ده كده. ونكمل لنهاية الربطة. ناخد الحلقة اللي قبلها. وندخلها. ونكمل بنفس الطريقة لنهاية الربطة. بنفس الطريقة ناخد الحلقة اللي وراه وندخلها في اللي قبلها. وننتبه ان هي تبقى على الوش المظبوط. كده بعد مخلصت الربطة كلها ودفرتها كلها بالشكل ده. بعد كده هنبدأ دلوقتي ننهي المنطقة ديت اللي فيها حلقة. فهنرتفع اول حاجة سلسلة. شكل ده ونقلب الشغل. وبعد كده هنشتغل نص عمود في اول تلاتة غرز. كده غرزة التانية. بعد كده هنشتغل تالت نص عمود. وبعد كده هنيجي دي الحلقة اللي هي اه الاخيرة ديت. وهندخل فيها ونعمل منزلقة. بالشكل ده. هندخل في الحلقة كده من النص ونعمل غرزة المنزلقة. بحيس ان هي تكون في النص. وبعد كده هنكمل نشتغل التلات غرز نص عمود. كده واحد. اتنين. وبعد كده الاخيرة اخر غرزة نص عمود. بالشكل ده فهنبقى مسبتين الحلقة بالشكل ده. نرتفع بعد كده سلسلة ونقلب الشغل. ونشتغل غرزة نص عمود. وكمان غرزة نص عمود. هندخل في الحلقة. يعني الغرزة الاخيرة ديت مش هتبقى بينة. فعيدي مش مش كده. مش لازم آآ نشتغل تلاتة. هندخل في الحلقة كمان. ونشتغل منزلقة تاني. وبعد كده. نرجع. ونكمل التلات غرز. نص عمود. وكمان اخر غرزة. هنشتغل فيها نص عمود. بالشكل ده كده. فاحنا نكون كده آآ سوينا الجزء بتاع الحلقة بتاع الدفيرة بالجزء بتاع النص عمود بالشكل ده كده. وبعد كده خلاص آآ لو جيت اعملت آآ هاجي اقفل الربطة. لو ان الحجم ده مناسب لمحيط الراس. خلاص كده مش مش كده. هنقفل الربطة ونخيطهم. فا او ان احنا ممكن نعمل مثلا آآ في هنا نعمل سلاسل. وبعد كده نحط هنا زرار وتبقى مقفولة بالزرار. او لو انتي آآ عايزة آآ تطوليها اكتر. فممكن تشتغلي هنا سطرين نص عمود. وكمان ترجعي هنا تشتغلي سطرين نص عمود. آآ تدخلي الابرة من هنا. وتشتغلي سطرين نص عمود او سطر واحد. وبعد كده تقومي وصلة الجزءين دول مع بعض. او لو عملنا زي ما عملنا في الربطة اللي احنا عملناها قبل كده. اللي كانت بقى برضو بالضفيرة بس بطريقة مختلفة. ممكن آآ تشتغلي نفس الطريقة. تعملي آآ ربطة زي ما عملنا في آآ ربطة الاولى. وهنزل لكم اللينك بتاع الفيديو بتاع الربطة الاولى ديت. هنزل لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. خلنا ربطة توكا آآ للعادية اللي بنربط بها شعارنا. وآآ طلعنا كده سطرين بنص عمود. وبعدين تانينا النص عمود اللي احنا اشتغلناه. السطور اللي احنا اشتغلناها. وحطينا طبعا التوكا من جوه. وآآ خياطنا وبقت كآآ زي الاستك بالزبط. فعلى حسب انت عايز تقفلي الربطة بالطريقة اللي انت حباها. واهم حاجة بس ان هي تبقى على نفس محيط الرأس. ما تبقاش مسكة ولا تبقى واسعة. آآ دلوقتي انا اشتغلت آآ نص عمود من هنا. اشتغلت تلس سطور ومن هنا تلس سطور. وبعد كده هبدأ دلوقتي اوصلهم. ممكن آآ اوصلهم بالخياطة العادية يعني بابرة خياطة وآآ والخيط الضمهم في بعض واخيط آآ رايح جاي في الغرز المتقبلة. اما دلوقتي انا هوريكو طريقة ازاي نوصلها بآآ غرز المنزلقة. او ممكن انت لو حب انك توصليهم بالآآ ابرة وخيط فها مش مشكلة. هنبدأ دلوقتي ندخل في اول فراغ عندنا. او في اول الغرزة. وندخل في الغرزة المقابلة ليها بالزبط. من البداية هنا. وناخد الخيط. بالشكل ده. ونطلع. وطبعا الفتلة اللي احنا آآ ديت هنمسكها معينا عشان نسبتها. وبعد كده هنبدأ ندخل في الغرزة اللي بعدها. والغرزة المقابلة ليها. وناخد فتلة الخيط ديت معينا. بالشكل ده. وبعدين نعمل منزلقة. نخرج من كل الحلقات ديت. وبعدين نخرج من الحلقة. ونكمل ندخل في الغرزة اللي بعدها. والغرزة المقابلة ليها. وطبعا هناخد الفتلة ديت معينا. ونعمل منزلقة. ونكمل لنهاية الدور. اهم حاجة ندخل في الغرزة والغرزة المقابلة ليها علشان في الاخر ندخل في اه تبقى القفل منظم. اخر حاجة هنا لو لقينا اه الفراغ هنا. ممكن ندخل فيه مرتين عادي مشوش كده. ام حاجة ان هما يبقوا اه قدام بعض. فهدخل انا في الفراغ دوت نفسه. وبعد كده ادخل في الغرزة المقابلة ليها. كده اكون افلت الربطة بالشكل ده. بالشكل ده كده. بعد كده هعمل سلسلة واطع الخيط واخيط الخيوب بتاعت البداية والنهاية للربطة. وكمان الخيط بتاع الربط ما بين الجزئين. فهاخيط دول كلهم. بعدين ارجع لكم. كده اكون خلصت الربطة. وبعد ما خيطت هنا بالشكل ده. وهتبقى شكلها كده في النهاية. وان شاء الله تكون الطريقة كانت سهلة. واستمتعتوا معي في الشرح. وتبقوها. وتبعتوا لصور تطبيقاتكم اه سواء على الفيس او على الواتساب. وان شاء الله هنزلكوا لينك الصفحة اه في صندوق الوصف. وما تنسوش طبعا اللايك والشيل والسبسكرايب للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.